الناس كلها بتتكلم ايضا على صباح الخير يا مصر برنامج صباح الخير يا مصر طلع من قلب غزة والحقيقة ده انتصار للاعلام المصري احنا كلنا مهتمين بغزة وما يحدث في غزة وليست الزيارة القول يعني انما البرنامج طلع علشان يقدم صورة حية من ارض الواقع على الهواء بتتكلموا على ثلاث ساعات زملائنا في صباح الخير يا مصر قدمهم صورة لما يحدث وكانوا بيصورهم من قدام منطقة تم قصفها وجابوا ناس عادية جدا من اهل غزة والروق الدنيا مشي ازاي الاسعار عاملة ايه الناس كلها تبعت هذا البرنامج لارجة نحنا قنوات كتيرة من القنوات المصرية اخدت اجزاء من البرنامج وعرضته علشان نفهم ونعرف ونقترب اكتر بالكاميرا مع زملائنا من صباح الخير يا مصر لما يحدث داخل غزة الاعلامي الزميد محمد الشازلي وهدير ابو زيد على كل الحلقة اللي عادت ثلاث ساعات رصدوا الاوضاع اللي عايشينها اهل غزة رصدوا الاسعار المبالغ فيها احيانا في العديد من السلع رصدوا مدى الاحتياج ان انت تقف جنب اخواتك في غزة في هذه الفترة الهمة ودئة قبل ا Lean الانت تزيل ع الحلقة اللي عزة بالموظوم ام المحمد الشاتعت من هذا القبiness وما تاركون يحضن دائما